مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع اهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة تانية اليوم نحكي عن شغلات جديدة شغلات غريبة اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون او هون يقرأ جرس التنبيهات وطبعا يعمل شير و لايك وكل الشغلات اللي بتحبوها اذا عجبتكو هذه القناة اذا ما حضرتوا الفيديوهات الراحة والفيديوهات الجاي تابعوني اكيد لازم تحضروها وفيه شغلة مهمة كتير كتير عمد احكيها انه فيه اكتر من سبعين بالمية من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة فاشتركوا عشان تدعموني تناقلت الكثير من الناس كتاب اسمه The Eye of Darkness للكاتب دين كونترز نشر هذا الكتاب سنة 1981 تنبأ بوجود فيروس الكورونا قرأت الكتاب وعملت الى ملخص رح اقرأ لكم الملخص هذا وان شاء الله يعجبكم فخليكم معنا The Eye of Darkness هذا الكتاب اللي كتب داخل سلسلة من الكتب للكاتب دين كونترز نشر في البداية في 1981 في هذاك التاريخ سنة 1981 ذكر في الكاتب انه سينتشر وباء من فيروس في بدايات في حوالي 2020 هذا الفيروس كان مسمي اسمه غوركي في سنة غوركي منطقة في ارمينيا وسمي ذلك لانه كان فيه الحرب الباردة لسه موجودة بين اتحاد السوفيتي وامريكا لكن في 1996 تم تنقيح النسخة وتغيير الاسم وهنا النقطة في 1996 تم تغييره الى وهان وهان اسم المدينة اللي طلع منها كورونا فيروس 400 طبعا حكى انه فيه سلاح بيولوجي قاتل اه سماه وهان 400 لانه تم تصنيع الار دي انا تبعه في المختبرات خارج مدينة وهان في هداك الوقت لم تكن فيه مدينة وهان مختبر اللي هو يصنع لهذا كيف تنبع مش عارفين اه وطبعا اه هذا الكتاب انتشر في العالم ولقى رواج اه اه اصلا اسم الكاتب كان له اسمه اسم مستعار لي اه كنول نيكلوز بعدين رجع لا اسمه الحقيقي اه يركز الكتاب على الام التي شرعت في السعي لمعرفة ماذا كان اذا اه اه اصابة لدى ابنها او توفي قبل عام او ما يزال على قيد الحياة طبعا اه ظهرت العديد من كتب اه دين كونتز في قائمة نيويورك بست اه سيلرز وبعضها تم تكييفها للتلفزيون والشاشة الكبيرة اه لكن طبعا اه في اصدار غلاف غير عادي عام 2008 قام منتج تلفزيوني اسمه ليرتش بشراء حقوق الكتاب وتم عمل تعديل تلفزيوني عليه محتمل وجاب فرق اللي كتابت اه قصة عن عن هذا الكتاب لكن لسبب غامض لم يستطيعوا انهم اه يعملوا نص مقبول للتلفزيون اه الآن خلينا نحكي لكم عن الرواية او تلخيصها في هذه الرواية الخيالية ستجد البطل اه اللي هو كريستينا اه والدة داني البطلة طبعا وفي النهاية اه تبحث عن طفلها هل هو بقي على قيد الحياة في اه وطبعا هو بقي على قيد الحياة في منشأة عسكرية بعد تلوثها عن طريق الخطأ بكائنات حية دقيقة او فيروسات من صنع الانسان اه التي تم انشاءها زي ما حكينا في مركز ابحاث بالقرب من مدينة وهان في الصين طبعا اه بحث اه عن مختبر سري عسكري امريكي اه عن تجارب الحمض النووي اه والحرب البيولوجية او الاسلحة البيولوجية لمحاولة اعادة اه انتاج هذا الفيروس الخطير بعد ان انشق عالم صيني اسمه ليتشن اه من اه المختبر هذا وذهب الى الولايات المتحدة طبعا حمل معا اه 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 الاسلحة البيولوجية اللي كانت في الصين تحضرها واخطرها وحمله الى معا الى امريكا عشان يعلمهم شو هذا الفيروس طبعا الفيروس فكرة خيالية اسمه موهان 400 اوكي طرتبط هذه الفكرة بالهندسة الجينية الوراثية وهو كان بدهم يغيروا كائن حي ويعملوا عليه اجراءات تعديلات وراثية اصطناعية في الولايات المتحدة بواسطة واحد اسمه هيربرت كوهن في 1972 طبعا بيحكي القصة في الزمان لكن الصينيين خرطوا منذ البداية في هذه الصناعة المتنامية وجدوا بيئة وراثية هندسية لصناعة اغذية معدلة وراثيا طبعا وصفت الدكتورة كارلتون دومبي احد الفيروسات المسؤولة في المختبر احد الفيروسات المسؤولة في المختبر العسكري الموصوفة في هذا الكتاب طبعا طبعا شريك والد الداني اللي هي كريستينا اللي هي بطلة القصة كان يعمل سابقا في المختبرات المخابرات العسكرية سوري وعارف انه فيه هناك سلاح فتاك اسمه مهان 400 يصيب البشر فقط ولا يمكن لأي كائن حي اخر ان يحمله وحكى انه لا يمكن لهذا الفيروس اللي هو مهان 400 ان يبقى خارج جسم الانسان لمدة تزيد عن دقيقة واحدة مما يعني انه لا يمكن انلوث الكائنات والاماكن اللي موجود فيها طبعا هذا الفيروس حسب الكتاب كانت نسبة قتله عالية جدا مثل الفيروس الموجود عندنا وتنتهي صلاحيته في المضيف ويهلك دايما المضيف بعد فترة قصيرة تتجاوز الساعات تنخفض تنخفض درجة حرارة الشخص المضيف او المريض الى اقل من ستة وثمانين درجة فهر نهايتية وطبعا بموت الانسان فهو شوي بيختلف الاسم بس اللي لا حد هلا طبعا حكى انه الصينيين كانوا يستخدموا او بدهم يحاولوا يستخدموا وهان 400 للقضاء على مدن او بلدان كاملة ولم يكونوا بحاجة لاجراء عملية ازالة تلوث صعبة ومكلفة كانوا بدهم يحاولوا انهم ينهوا او يبيدوا طبعا في القصة هذا طبعا بيحكوا هون طبعا انه هذا الفيروس كان له مزايا اخرى لا تقل عن معظم الاسلحة البيولوجية يمكن ان تصبح عامل للعدوى زي ما حكينا حامل بعد اربع ساعات فقط من ملامسة الفيروس وفتت الحضانة سريعة جدا لا احد بغيش اكثر من 24 ساعة ويموت معظمهم خلال 12 ساعة اسوأ شيء معدل القتل كان 100% اي واحد بصيبوا هذا الفيروس بموت طبعا في الكتاب بيحكي انه اختبروا هذا الفيروس على السجناء الصينيين اختبروا على السجناء وما وجدوا انه في اجسام مضادة ممكن تقدر ينتجها الجسم عشان يعيش الانسان طبعا الفيروس هذا يأكل انسجة المخ مثل حمض البطارية مشبهه ويذيب القماش الانسجة القطنية عفوا اللي في الدماغ وطبعا بتلف الوظائف كاملة طبعا مو بيحكي انه الولايات المتحدة كانت مش حابة انها تجرب ولا تنتج ادوي او فيروسات زي هيك لكن لانه اجي هذا الفيروس من الصين فهم عرفوا انه الصين عم بتسوي اسلحة بيولوجية فاضطروا انهم يفحصوا هذا السلاح ويستخدموه او يشوفوا ايش اللي صاير فيه طبعا هو بيحكي بالكتاب انه هذا الفيروس كان موجود برضو عند الروس والروس هم اللي اعطوه له الصينيين في النسخة الاولى كان اسمه زي ما حكينا قوركي ليش غيروا هذا الشيء مش عارفين ويحكوا انه كانوا يحاولوا انهم يسويوا سلالات جديدة واكثر تطورا من هذا الفيروس طبعا اه معروف دين كونتز هو كاتب ومشهور ويمكن من اشهر المؤلفين في العالم عنده كتب كتير وحاز على اكتر من كان دخلوا اكثر من 25 مليون دولار بالسنة ليش اطلق اسم مدينة موهان على هذا السلاح الجرثومي وقال انه زار مدينة موهان في هذه الفترة واحب الاسم وبالصدفة اطلق هذا الاسم لكن هل هي رؤية تنبؤية انا لا اعتقد طبعا انا اتوقع انها بس بحظة الصدفة هل هناك تشابه كبير بين فيروس كورونا الحالي اللي هو كوفيد 19 وهذا الفيروس لا باختلاف كبير انا في البداية طبعا كنت متعجب لكن لما وجدته انه هون بخته 100% غاد بس 2% اشياء كثيرة تختلف هون بنزل درجة الحرارة اللي موجود الان برفع درجة الحرارة في كان اشاعات انه هذا الفيروس هو انتاج بيولوجي لكن التقارير كلها بتقول لا طبعا الناس اللي بعتوا لي الكتاب بيحكوا انه قد يكون هذا الكاتب له علاقات مع الاستخبارات العسكرية الامريكية وعارفين انه راح نزلوا هذا الفيروس فعامل هاي الطريقة ايش معنا تنبأ بـ 2020-2020 كذب المنجمون ولو صدفوا ما نعرف لكن بشكل عام التلخيص طبع الكتاب او بعد قراءة الكتاب لم اجد كتير امور فعلا تربط الفيروس الحقيقي بالفيروس اللي موجود الاء او الفيروس اللي موجود في الكتاب الا الاسم انه خرج من مدينة وخان الا انه في تنت 2020 غير هيكد معظم الاحداث والاشياء تختلف عن الواقع اللي احنا عشنا فاذا وصلكوا هذا الكتاب بتكونوا عرفتوا شو الحقيقة ونراكم في حلقة اخرى وسلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة